اشتركوا في القناة اي حرب يخوضها الجيش هي حرب مقدسة وكافة حروب اسرائيل هي حروب بسم الله هدفنا هو تعزيز الروح القتالية للجنود الروح اليهودية الخالدة منذ نزول التوراة الى يوم قدوم المخلص خلال الهجوم على قطاع غزة تجلى نفوذ حخامات اسرائيل والمتطوعون منهم في المؤسسة العسكرية فقبل البندقية كان من يصفون بكهنة الحرب المكرسين يعطون الجنود نسخة من التوراة ومنشورات تحرض على كراهية الفلسطينيين باعتبارهم ابناء الظلام الذين يعتدون على ابناء النور لكن كثرة الحديث في الآوينة الاخيرة عن احتمال وقف الاستيطان حركت مشاعر كانت دفينة ترفض الانسحاب من اراضي محتلة يعتبرها القوميون في اسرائيل مهدا لهم ولدولتهم عدا عن رفضهم القاطع لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات السيادة ورغم هذا خرجت اصوات تنادي ببقاء الجيش ومؤسسات الدولة بعيدة عن الدين كي لا تتعارض الاوامر السياسية والعسكرية مع الاوامر الالهية المعيار الاخلاقي في الجيش الاسرائيلي واضح ونحن نأمر الجنود بالعمل وفق القواعد العسكرية ولا يمكن لأحد ان يفرض قانون جديدا على المؤسسة العسكرية حتى ولو كان دينيا بروز نجم التيارات الدينية في اسرائيل ودعوات السياسيها الى الاعتراف بها دولة يهودية امران يظهر اليهما كتهديدا لمستقبل ما بات يعرف بفلسطينيين 48 في ظل اقامتهم ضمن محيط ينكر عليهم وجودهم في ارض سلبت من ابائهم حيدر الخير بي بي سي